وينضم إلينا للمزيد من موسكو يوسف بيجار مراسل الغد إذن يوسف كيف ترد روسيا وموسكو بالتحديد على هذه الاتهامات الأوكرانية وأيضا ماذا عن هذا التصريح فيما يخص السيطرة على بخمات عادة موسكو لا تعلق على التصريحات والأنباء التي تصدر من القيادة العسكرية الأوكرانية وتصنف الكثير من الأخبار والأنباء بأنها مظللة وكذبة من الطرف الأوكرانية الثابت هنا في موسكو على الأقل هي تلك البيانات التي تنشرها وزارة الدفاع الروسي التي تحاول التأكيد من خلال هذه البيانات على أن الجيش الروسي يحقق تقدم كبير في منطقة دانيتسك خاصة ما تعلق بمدينة بخمات التي تؤكد السلطات أو سلطات دانيتسك الموالية لروسيا بأن الوحدات والقوات الروسية قامت بالسيطرة على عدد من المرتفعات ذات الأهمية الاستراتيجية بالقرب من مدينة بخموت وهو ما يتيح للقوات الروسية للسيطرة وبشكل كامل على الطرق التي كانت تستعملها القوات الأوكرانية في نقل الذخائر والأسلحة وإدخالها للجيش الأوكراني داخل مدينة بخموت عن التصريحات التي صدرت على قائد مجموعة فاغنر الذي أكد بأنه يمكن السيطرة بشكل كامل على مدينة بخموت في غضون شهرين من الآن موجها بعض الاتهامات والانتقادات المبطنة للجيش الروسي الذي تامه بممارسة ما وصفه بالبيروقراتية التي عرقلت مسألة السيطرة على مدينة بخموت وزارة الدفاع الروسية تؤكد أيضا بأنها ألحقت خسائر في صفوف القوات الأوكرانية في منطقة دانيسك يقول الجانب الروسي بأنه حيد نحو 135 عسكري أوكراني فيما خص محور كراسني ليمان الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية تشير إلى أن الجيش الروسي قام بتحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني أما في منطقة كابيانسك يقول الجيش الروسي بأنه قام بتصفية حوالي 65 عسكري أوكراني بالإضافة إلى التمكن من تدمير أربعة مستودعات للسلاح والذخيرة للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون البيانات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسي أشارت إلى أن مضادات الدفاع الجوي الروسي تمكنت خلال 24 ساعة الماضية من تدمير واعتراض 20 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية هذه المعلومات أكدت أيضا من طرف حاكم مدينة سيفاستوبل الذي أكد صباح اليوم بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت ما وصفه بمسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود في منطقة شبا جزيرة القرام وهي المنطقة التي تشهد في الآويناء الأخيرة هجمات من طرف القوات الأوكرانية باستعمال الطائرات المسيرة شكرا جزيلا لك من موسكو يوسف بيقار مراسل الغد